عقد أزمة النفايات وإيجاد مواقع للمطامر كانت محور الاجتماع الذي عقد في السراء الحكومي بعيدا عن الإعلام برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام والوزيرين أكرم شهيب وعلي حسن خليل ورئيس مجلس الإنماء والأعمار نبيل الجسر وقد أكدت مصادر مطلعة للمستقبل أنه جرى خلال الاجتماع طرح الإجراءات التقنية المتعلقة بكافة جوانب هذا الملف ليبنى على الشيء مقتضاه قبل الدعوة إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء إضافة إلى نتائج الاجتماع الذي عقد بين وفد من حزب الله وحركة أمل مع النائب طلال إرسلان بشأن إنشاء مطمر في منطقة الكوستا برافا في خلدي والذي خلصا إلى عدم موافقة إرسلان على هذا الأمر نظرا لاعتراض بلدية الشويفات وعلى الرغم من الضغط الجدي الذي تعرض له وتقرر خلال الاجتماع أيضا أن يقوم الوزير شهيب بالتفاوض مجددا مع إرسلان للتوصل إلى حل بخصوص إقامة المطمر ولفتت مصادر متابعة إلى أن اجتماع إرسلان وشهيب خلص إلى عدم إعطاء إرسلان لموافقته من أجل دراسة الموضوع بطريقة علمية حديثة وإقناع أهالي المنطقة وبلديتها وأشار إرسلان إلى أن الرئيس سلام أبلغه ألا مطمر في الشويفات من دون موافقته ولا جلسة لمجلس الوزراء حتى الآن ترجمة نانسي قنقر